أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الآهل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستنزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مبذنا وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائر وما ننزله إلا بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا فأنزلنا من السماء ما أنفأسقيناكم ما أنفأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإننا لنحن نحيي ونميط ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبلي صحابا أن يكون مع الساردين قال قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساردين قال قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساردين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساردين قال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال 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 فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال 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 يبقى قال الأ hoje قال الأون م م فيه ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قول هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوب إن المتقين في جنات وعيون أدخلواها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرع متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون أدخلواها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الوفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبعهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون صدق الله العظيم من آيات الله البيانات من سورة الحجر تلعلينا القارئ الشيخ علي حزين